ايباد اير بمعالج M2 قدراته ومواصفاته ومنوع يشتري هذا الجهاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شحالكم يا اخواني اتمنىكم صحة وعافية راح افتحوا اياكم علبة ايباد اير بمعالج M2 ورح نتعرف على مواصفات وقدرات هذا الجهاز ومنوع يشتري هذا الجهاز خلونا نفتح العلبة بسم الله طبعا هذي مواصفات لآيباد اير 13 بوصة بمعالج M2 وطبعا هذا واي فاي تبدأ المساحة الداخلية لآيباد اير من 128 جيجا بايت وهذا حجم 13 بوصة نزل آيباد اير باربعة الوان وهذا اللون البنفسجي هذا آيباد اير 13 بوصة تخليه على طرف هذه الكتيبات مثل ما تشوفون وصرح الكثير انه حاليا الاستكارات من موجودة ويمكن هذا اول جهاز ينزل بدون استكارات يمكن ابل تلغي الاستكارات في الاجهزة القادمة هذا كابل الشحن تايب سي تايب سي وشاحن بقدرات 20 واط اخواني هذي محتويات علبة ايباد اير نخلي المحتويات على طرف وخلونا نشوف ايباد اير بمعالج M2 مثل ما تشوفون اللون ياي تقريبا على الفضي ولكن هو بنفسجي بدرجة خفيفة يمكن تاخذ ايباد اير واي فاي او يمكن تاخذ واي فاي مع شريحة طبعا تقدر تاخذ ابل بنسل برو القلم ليديد او ماجيك كيبورد ليديد وتركبهم مع ايباد اير شو ليديد في هذا الايباد نزل ايباد اير بمعالج M2 بحجمين 11 و13 بوصة ولكن اول مرة ينزل بهذا الحجم اول تغيير في ايباد اير بمعالج M2 مكان الكاميرا تغير قبل كان مكان الكاميرا هني فاعل الايباد ولكن الحين صار هني يعني سابقا اذا بتدخل الاجتماع او بتسوي مكالمة مرئية راح يكون شكلك كأنك انت تشوف الطرف ولكن الحين هذا هو المكان الصح لوجود الكاميرا يعني ابل اخيرا حطت الكاميرا في المكان الصح ولكن مع تغيير المكان قدرات الكاميرا سواء كانت الامامية او الكاميرا الخلفية 12 ميجابيكسل بعد شاشة الايباد ليديد هي نفسها الشاشة اللي موجودة على الجيل السابق لكود رتنا يعني ما تغيرات الشاشة ولكن اللي يتغير في هذا الايباد طبعا بالاضافة الى الحجم ومكان الكاميرا تغير عتاد هذا الايباد المعالج في ايباد اير هو معالج M2 طبعا الجيل السابق كان فيه معالج M1 وهذا معالج 2 بمعنى انه راح يعطيك قدرات افضل تقريبا 50% بالاضافة الى الواي فاي الموجود في هذا الايباد واي فاي 6E سابقا كان واي فاي 6 البلوتوث 5.3 سابقا كان بلوتوث 5 واخر شي ممكن نذكره في الشاشة احين السطوع في هذه الشاشة 600 نتس سابقا كان يوصل الى 500 نتس يعني تقريبا هذا بشكل مختصر مواصفات وقدرات الجهاز يعني الجهاز هذا راح ينفعك في التصميم البسيط سواء كان التصميم سواء كان المنتاج راح ينفعك هذا الايباد لان المعالج M2 مبسيط بالاضافة الى وجود قدرات كبيرة للالعاب ولكن دائما الالعاب انا بصراحة ما اعدها من بين المواصفات اللي بقارن فيها الاجهزة لان هذه الاجهزة تاخذها كعمل تاخذها وانت طالب راح تنفعك الالعاب يعني لها اجهزة خاصة ولكن الايباد راح ينفعك فشغلك فعملك او كنت طالب راح ينفعك هذا الايباد طبعا تصفح الانترنت مشاهدة محتوى الفيديو بالاضافة الى قراءة المقالات وغيرها من البرامج راح تشتغل على هذا الايباد بكل سلاسة ما عندك اي مشكلة يعني هذا الايباد موجه سواء كنت طالب او صاحب عمل وعملك خفيف هذا الايباد راح يناسبك وطبعا انت تختار حجم الشاشة 13 بوصة او 11 بوصة ولكن في اعتقادي 13 بوصة حجم مناسب لانه راح يعطيك مساحة كبيرة في عرض المعلومات او البيانات سواء كنت تصفح الانترنت او حتى تشوف المحتوى الفيديو 11 بوصة راح يكون شوية صغير وما راح يعطيك مساحة كبيرة لعرض البيانات او حتى قراءة المقالات ولكن بعد اذا انت طالب وشغلك بسيط هو مجرد تصفح الانترنت او فتح ملفات اللي هي الميكروسوفت سواء كان الاوفيس الاكسل وغيرها ايباد الجيل العاشر ارخص من هذا الايباد راح يناسبك وبعد اذا كنت صاحب عمل وشغلك ثجيل وعندك تصميم وعندك رسومات ايباد برو يمكن يكون خيارك الامثل اخواني هذا مختصر بسيط عن ايباد اير بمعالج امتو اتمنى انكم لقيتوا الفايدة من هذا الفيديو خليكم حفظ الرحمن ويا مرحب الساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة